تعالوا نروح نسمع تصريحات جوزي جوميز المدير الفني لنادي الزمالك وحسام عبد المجيد المتقلق في الفترة الأخيرة قبل مواجهة الزمالك ودريمز ونرجع نكمل كلامنا هنا مجتمعًا للحق كامل سيكون قاسم ردعًا لنقابل الفريق قوي جدًا بدنياً وفنياً للحق عندما تخرج عبد المجددًا من فردياً وفنياً لنقابلوا نقابلهم متشاركة نقطة لنقابلنا بطريقة لكن لنشغلالكم سيقوم بالمشكل لنقابلنا بجدد بل美味نا بجدد وان افضل لنقابلوا ويجبونا ڤوكسب لازم نوري الوجل الحقيقي بتاعنا وغير كده هبا عنقابل للمشاكل لذلك أعتقد أنهم سنحاولون أن يساعدون بطريقة نفس الطريقة التي يساعدون بها و بالتأكيد أنه سيكون صعب جدا يجب علينا أن نركز في كل محاولات المباراة لتأخذ أفضلية في الوقت الضعف لأنه مثل كل محاولات المباراة، لديهم أيضا نقاط الضعف أعتقد أنه أفضل أن يساعد المباراة 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 ولكن الأفضل الأفضل هو أن نبدأ بـ 11 مباراة الأفضل 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 ولكن الآن يجب أن نبحث عن الأفضل الأفضل التي يمكننا أن نقاط الضعف لذلك، بسبب فلوزوفينا ومجتمعاتنا ومجتمعاتنا ونحن نحاول أن نجد الأفضل أفضل Illion سنحاول أن نجد أفضل الأفضل الأفضل سنحاول أن نجد أفضل أفضل الأفضل الم pantش الآهل بنيسباله ماضي، جزء من الماضي ماضي ظهر خذنا ثلاث نقطة مهمين ممكن في النهاية بالنسبة له من الموادش الأهل ولكن الآن ترى الصفحة الآن يكون مختلفة 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 كل شيء مختلف الحمد لله أنا على كل شيء أول حاجة أنا الواحد ينفس تعلمات المدير الفني ويشتغل كويس وموضوع المستوى ده حاجة ترجع للمدير الفني طبعا بعد الشغل اللي بيشتغلوا معايا إداني السكة وأنا الحمد لله كنت أدى السكة ديات وإن شاء الله جاي أحسن بإذن الله مستنين طبعا دعموهم لأن هما دايما بيدعمونا وهم دايما بدونا زي ما بيقولوا هما اللعب الـ 12 لنا ومستنين هم طبعا بكرة أن هما يجوا زي ما بيعودونا كل مرة وبيجوا بيقوفوا يجوا هما كمان المراتي وإن شاء الله نقدر نفرحهم بكرة بإذن الله بمكسب كبير بإذن الله والحمد لله على ده وكل شيء لعبنا خلاص لعبنا ماتش الأهلي وأفناه ماتش زي أي ماتش فريق كبير بس خلاص أفناه إحنا دلوقتي بنركز في ماتش في أفريقيا أفنا قصة الدوري دي دلوقتي إحنا دلوقتي بنركز في ماتش حاسم لأن إحنا عايزين نكسب نتيجة مريحة زي ما كوتش قال ونوصل للماتش اللي بعد وإحنا مرتاحين والله الحمد لله الفترة اللي أنا سجلت فيها ديت أنا بشتغل وبنلعب على كذا فكرة في الملعب بس هيا دي بتبقى توفيق وعدم توفيق وإن شاء الله قادر أسجل في ماتش بتاع بكرة دوت بس أهم حاجة عندي اللي أنا أركز الأول اللي أنا ما يخشش فيه وبعد كده أركز اللي أنا جيب إحنا دايما بنفكر اللي إحنا بنلعب الماتش بماتشو وهم حاجة اللي إحنا نركز في الملعب بس مش عايزين نركز حاجة برا الملعب ولا أي تشتتات ودايما إحنا دايما إيد واحدة مع بعضنا وبروح قوية جدا إن إحنا عايزين نكسب البطولة ديت وكل واحد عايز يكتب لنفسه تاريخ جوا نادي الزمالك وده التقارب فرصة اللي كل واحد يكتب لها تاريخ كل التوفيق إن شاء الله بكرة لنادي الزمالك أمام فريد ريمز الغاني حديث العهد للنادي متأسس من 15 سنة فإن شاء الله الأمور تبقى سهلة لو إن كان عامل بطولة جيدة في الكهون الفدرالية بإذن الله الأمور تبقى بسيطة لنادي الزمالك ونخلص بدري بدري كده في مبارات الزهاب